النهاردة يوم جديد وحكاية جديدة النهاردة هنتكلم عن حكاية الحيوانات والكنز أنا أخب الكنز بتاعي هنا ومحدش هيعرف مكانه الحرامي خب الكنز وما كانش يعرف انه في حدي بيرقبه أنا أعرف مكانه دلوقتي أنا محتاجة حدي يحفر بدالي مش هعرف أحفر بالجناحين دول قررت تطلب المساعدة من أصحابها الحيوانات مين حابب يساعدني ويلاقي الكنز معايا الكنز إيه يا بوما الكنز جميل جدا ممكن نشتري بأكل كتير وأنا معاك يا بوما اتفقوا يحفروا ويقسموا الكنز ما بينهم هو الكنز موجود فيه الكنز مدفون هنا بدأ الأرنب يحفر في المكان اللي قالت عليه ولكن التعلب المكار قرر يحفر في مكان لوحده علشان ياخد الكنز كله لنفسه وهلاقي الكنز واخده الوحيد أنا لقيت جوهرة أنا لقيت جوهرة خرج التعلب من الحفرة بسرعة وسرق السلم بتاع أرنب هو أنت سحبت ليه السلم بتاعي هات الجوهرة اللي معاك وأنا هنزل السلم لا أنت بتضحك عليها عشان تاخد الجوهرة لو عاوز تطلع من عندك يرمي الجوهرة خاف أرنب وقرر يرمي الجوهرة للتعلب علشان ينزل السلم أنا لقيت جوهرة أنا لقيت جوهرة بحك التعلب على أرنب ورفض ينزل له السلم خطفت البومة الجوهرة من التعلب وهربت بسرعة الكنز كله بتاعي أنا الوحدي وقف يا بومة الجوهرة دي بتاعتي فضل التعلب يجري وراها لحد ما خبطت في شجرة ووقعت على الأرض وطارت الجوهرة من بقها ووقعت في المية والتعلب بدون تفكير نط وراها أنا معايا الجوهرة أنا معايا الجوهرة ونسي إنه ما بيعرفش يعوم الحقوني الحقوني مش بعرف أعوم الأرنب محتار ومش قادر يطلع من الحفرة أنا هطلع من هنا إزاي دلوقت فكر شوية وأخد باله إنه حفرة التعلب فيها سلم بدأ الأرنب يحفر علشان يوصل لحفرة التعلب وهو وبيحفر ظهر الكنز قدامه إيه دا؟ الكنز كله هنا السلم أهو؟ الحمد لله خرج الأرنب من الحفرة وكان سعيد جدا الحمد لله الكنز دا بتاعي أنا عشان أنا مطمعتش ودي أصحابي نهاية الطمع الطمع يقل ما جمع الأرنب مطمعش وفاز بالكنز كله والتعلب والبومة خسروا كل حاجة وبكده يا أصحابي تكون حكايتنا خلصت مع السلامة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتحملوا الألعاب بتاعتنا تلاقوها تحت في الديسكريبشا